كشفت وثائق مسربة أن الحكومة البريطانية أعدت خطة لمواجهة شركات الإعلام الاجتماعي تتضمن مقاضات رؤسائها شخصياً عما تنشره من محتوى مؤث وضار على مواقعها وتتضمن الخطة طائفة واسعة من التوصيات تشمل إلى جانب منصات إعلامية اجتماعية كبيرة مثل فيسبوك ومحركات بحث مثل جوجل، خدمات تراسل على الإنترنت ومواقع تستضيف ملفات على الشبكة العنكبوتية